مملكة البحرين مملكة البحرين تأكيدها على سياستها الداعمة لاحترام وصون حقوق الإنسان ضمن منظومة تشرعية وأليات وطنية ضامنة جاء السجل الحضاري المشرف الذي تمتلكه مملكة البحرين في مجال احترام الحقوق والحريات ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان نتيجة جهود متواصلة بين مختلف قطاعات المملكة في إطار منظومة متكاملة لحماية الحقوق المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير ناهيك عن التشريعات المتطورة والرائدة في مجال حقوق الإنسان وأبرزها قرار قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة واتساع أفاق الحريات الصحفية والإعلامية وحماية حقوق الإنسان في الأمن والسلام والبيئة النظيفة والتنمية المستدامة وتعزيز الحريات الدينية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات والحضارات والعمل بشكل متواصل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال إدماج مقررات تعليمية في مختلف المراحل الدراسية الأمر الذي انعكس إيجابا على تطور مبدأ الوعي الحقوقي لدى جميع أفراد المجتمع وتعتبر مناقشة التقرير الوطني الطوعي الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف تعبيرا جليا عن التقدم الرائدي والمضطرد في تعزيز احترام حقوق الإنسان في شتى المجالات والميادين كما أن المملكة من أوائل دول العالم التي قامت بربط توصيات أهلية الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة 2030 إنما حققته مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس بكل وضوح أهمية الحفاظ على الكرامة الإنسانية للجميع في ضوء تمسك المملكة بقيامها الإنسانية ومكتسباتها الدستورية والحقوقية وتقديرها للكرامة البشرية ترجمة نانسي قنقر